بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين على آله وأصحابه ومن اهتدى بهده واستنى بسنته إلى عبد الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالنسبة لهذا الاتحاد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين هو بناء تراكمي ليس فيه انفصال ولا فرق بين شديده وقديمه فهو أسس على مبادئ التزم بها الجميع وسيسير عليها الجميع ولذلك الدورة الجديدة وإن تغير فيها بعض الوجوه لكن لن تأتي إلا بما كان عليه الاتحاد فالاتحاد قد عرف منهجه من قبل وخط طريقه وهو سائر في هذا الطريق يسعى دائما لنصرة هذا الدين وإعلاء كلمة الله ولقول الحق وإعلانه ولبيان الموقف الشرعي من كل القضايا التي يعيشها الناس سواء تعلقت بالجانب السياسي أو بالجانب الاجتماعي أو بالجانب الاقتصادي أو بغير ذلك يهتم بقضايا هذه الأمة وعلى رأسها قضية فلسطين ويهتم بقضايا نصرة المولومين وعلى رأسها المظلومون في البلدان العربية التي قام فيها العربي ويرى أن هذه الشعوب المظلومة المضطهدة يحق لها أن تقوم بمطالبة بحقوقها بالوجه السلمي الذي ليس فيه مخالفة شرعية وبالضوابط الشرعية ويرى أن تقتيل الناس وترويعهم وتهجيرهم وتهديم بيوتهم ومساجنهم ومدارسهم ومستشفياتهم هو من أبشع أنواع الظلم والفساد التي يمكن أن تتصور ويرى أن هذه الثورات لن تؤتيه كلها إلا إذا جاءت بنظم جديدة موافقة لتطلعات الشعوب تأتي بالعدل وتطبيق شرع الله على عباد الله بين عباد الله على أرض الله وما لم تأتي بذلك فما زالت في طريقها طريقها ليس طريقا سهلا ولا مفروشا بالورود وإنما هو طريق صبر ومصابرة وتضحية وجهاد واستشهاد ككل الطرق التي هي طرق الامتحان وقد قال الله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ولكن العاقبة دائما للمتقين كما قال الله تعالى إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وكما قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم ما عملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي اغتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ومن سعى لنصر الله لا بد أن ينصره الله فذلك وعد الله فقد قال الله تعالى وليونصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز وهذا الوعد لا يخلف وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون لكن الله هو الذي يختار فقد قال سبحانه وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة فهو الذي يختار وقت الانتصار ويختار وقت الحسار وله الحكمة البالغة لا معقب لحكمه لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون ولذلك لا استعجال فالاستعجال مضر بالإيمان ومضر كذلك بالخطط وبالمعاملة مع الله ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لخباب ابن الأرثة رضي الله عنه ولكنكم قوم تستعجلون فصيأتي الله بالفتح طال الزمان والقصر وستتغير هذه الأحوال والدنيا لا بقاء لشيء منها فهي كلها من جنون يتحرك بأهله وما الدهر إلا من جنونا بأهله فلابد أن تتغير هذه الأحوال ونسأل الله أن نغير أحوال المسلمين إلى أحسن الأحوال صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر